أَفَمَنْ يَخْلُقُكَ مَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَرُونَ وَإِنْ تَعُدُّونَ يَامَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأحبة في الله هذا هو اللقاء الحادي والعشرين في سلسلة أفلا تذكرون نحاول أيها الأحبة في كل لقاء أن نتذكر معكم آية أو حديثا نبويا شريفا الحقيقة موضوع استثمار الوقت شغلنا على مدى حلقات عديدة وبسبب أهمية هذا الموضوع أحببت أن أتابع معكم ونخصص هذا اللقاء لنصائح ذهبية كيف تدير وقتك بشكل فعال وتستثمر هذا الوقت الذي سيسألك الله عنه يوم القيامة أول شيء أيها الأحبة ينبغي أن تعلم يقينا أنك مهما أنفقت من وقتك في ذكر الله فلن ينقص من الوقت شيء كما أن المال لله تعالى كذلك الوقت ملك لله عز وجل منحك حرية التصرف فيه فانظر كيف تتعامل مع أمانة وضعها الله عندك وقتك ليس ملكا لك هو لله تعالى مثل المال هو أمانة لديك هل ستضيعها أم ستحفظها هذا السؤال لا تترك يوما يمر عليك دون أن تتعلم شيئا جديدا هذه نصيحة مهمة أيها الأحبة لا تترك يوما يمر إلا وتفعل فيه عملا مفيدا انظر دائما إلى الدنيا كأنها مرحلة مؤقتة ولكن لا بد منها انظر إلى الدنيا على أنها عبارة عن ساعة ساعة واحدة فقط مقارنة بيوم القيامة الذي سيمتد إلى خمسين ألف سنة تصور يوم واحد مقداره خمسين ألف سنة كم حياتك في الدنيا كم أيامك ستساوي هي ساعة أمام هذا اليوم بل ربما أقل لذلك ينبغي عليك أن ترتب أمورك بدقة خلال هذه الساعة لأنك ذاهب إلى حياة الخلود إما الجنة وإما النار لا يوجد يعني حل آخر طبعا أيها الأحبة الله تعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سارعوا المسارعة تتطلب عمل وجهد ليلة نهارا من هؤلاء المتقين الذين أعد الله لهم هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض يقول الله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين غيظك هذا وغضبك وانتقامك وحقدك على الآخرين هو أكبر مدمر للوقت ينبغي أن لا تضيع وقتك في أي عمل إلا أن يكون عملا تبتغي به وجه الله تبارك وتعالى طبعا أيها الأحبة الله تبارك وتعالى أعطانا صفات هؤلاء المتقين أولا الذين ينفقون في السراء والضراء إنفاق المال حتى وأمورك ضيقة تنفق ولو القليل اتقوا النار ولو بشق تمرة نصف تمرة ليس تمرة كاملة والكاظمين الغيظ عود نفسك ألا تعاقب الآخرين أو تحقد عليهم أو تفكر بالانتقام منهم أو تغضب هدئ نفسك أكظم هذا الغيظ وعفوا عن الناس والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله مباشرة عندما لا قدر الله فعلت الفاحشة أو ظلمت نفسك في عمل ما في معصية ما مباشرة أذكر الله أول عمل يقوم به هذا المتق الذي أعد الله له جنة عرضها السماوات والأرض ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا ثلاث خطوات ذكر الله الاستغفار عدم الإصرار على المعصية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ما هي نتيجة هذا السلوك أيها الأحبة يأتي الجواب في الآية التالية أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين لذلك أيها الأحبة يعني انظروا معي إلى هذه الآية العظيمة يقول تبارك وتعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون هنا نجد إشارة إلى أن الإنسان لا يعيش سوى لحظات بالمقياس الحقيقي للوقت بالمقياس الإلهي فلو فرضنا أن إنسانا عاش سبعين سنة فهذا يعني إذا قسمنا سبعين على ألف بالنسبة للمقياس الإلهي فهو يساوي سبعة بالمئة من اليوم فقط سبعة بالمئة كم يعني ساعة وشيء قليل تصور أن إنسان يعيش مثلا حتى لو عاش مئة سنة إذا عاش مئة سنة أو سبعين أو ثمانين سنة فإنه بمقياس الله هو عاش عبارة عن ساعة أو ساعتين فقط لو اعتبرنا أن اليوم عند الله هو ألف هو ألف سنة مما نعد فحياتنا عبارة عن سبعة إلى عشرة بالمئة كحد أقصى من يوم إلهي إذن أنت تعيش أيها الإنسان جزء صغير من هذا اليوم فانظر كيف تستغل هذا اليوم هذا يعني أن العمر قصير جدا وهذا يشير إلى ضرورة الاهتمام بالوقت واستغلاله في عمل الخير وما فيه فائدة وبما يحقق الفلاح والنجاح للإنسان وللمجتمع من حوله من هنا نود أيها الأحبة أن يعني نقول ابتعدوا عن الهموم الهم مدمر كبير للوقت يدمر الوقت لأنه يعطل كل أعمالك عندما تركبك الهموم وتستسلم لها فحتى ربما العبادة تهملها الهم هو أكبر مدمر للوقت تجنب أي مشكلة قد تؤدي إلى مشكلة أخرى أكبر منها وهكذا تتراكم الهموم وتعطلك عن التفكير الفعل ابتعد عن أي مشكلة قد تنغص عليك حياتك وتضيع بسببها وقتك أفضل طريقة لتجنب المشاكل أن تتوكل على الله وتلتزم بالدعاء والتسامح التسامح هو أكبر وسيلة لاستثمار الوقت على فكرة والانتقام والغضب هو أكبر مدمر للوقت أيها الأحبة أترك شك أترك الظن التجسس الغيبة النميمة هذه أعداء شرسة للوقت تضيع وقتك وتدخلك في مشاكل جانبية أنت بغنى عنها أترك النظر إلى ما حرم الله فهذه النظرات تقودك إلى الكلام ومن ثم إلى مزيد من العلاقات المحرمة في النهاية تجد نفسك أنك أسير لهذه العلاقات العاطفية وأن معظم وقتك ضاع بلا فائدة بل في أمور سيئة إذن تستطيع إذا طبقت آية من القرآن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكالهم إن الله خبير بما يصنعون إذا طبقت هذه الآية ستكسب الكثير من الوقت الذي كان سيضيع مع النظر إلى ما حرم الله ومضيعة الوقت في الأفلام والمسلسلات والأغاني والألعاب والأمور الاهتمامات الرياضية وغير ذلك وكل هذا يحرق الوقت أيها الأحبة على ذكرة كل هذه مضيعة لن تنفعك أمام الله ماذا ستقول للخالق عز وجل تقول له كنت أتابع الأخبار الرياضية أو حتى الأخبار السياسية أو الأخبار الفنية أو الأخبار كذا كل هذا سينتهي ستقف أمام الله يسألك كيف ضيعت وقتك كيف فيما أفنيت عمرك كل عمل تعمله لله تعالى هذا هو الذي يبقى بقية الأعمال سوف تنتهي وتفنى مع هذه الدنيا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اترك الكذب لأن الكذب يتطلب طاقة أكبر من الصدق أيها الأحبة علميا ثبت هذا دماغك عندما يكذب هذه الناصية تستهلك كمية من الدم والطاقة أكبر مما لو كنت في حالة الصدق ويتطلب الكذب مزيدا من الوقت لكي تؤلف وتخترع وتمثل وبالتالي تهدر وقتك إذن الكذب هو أحد العوامل التي تدمر الوقت الكذب يحتاج لمبررات كثيرة ويقودك لمزيد من الكذب ويفقد ثقة الناس بك وهكذا يضيع وقتك من حيث لا تدري تقنية بسيطة يمكنك أن تستخدمها وهي الصدق دماغك يشبه جهاز كمبيوتر له مساحة محدودة فلا تملأه بالأفكار التافهة وغير المفيدة بل لا تسمح لأي معلومة سيئة أو معلومة تافهة أو معلومة ضارة أن تدخل وتستقر في دماغك لأنها ستشوش عليك وستضيع وقتك أيضا صحّح الخطأ على الفور اعترف بخطأك عالج الأخطاء بسرعة لا تتركها تتفاقم أي مشكلة تتعرض لها مباشرة استخدم تقنيات ثلاثة التسامح والصبر والتوكل على الله التسامح الصبر والتوكل على الله يعني تعرضت لمشكلة أنت لست ليس لك ذنب فيها تسامح مع هذا الذي أساء إليك قد يكون قريبا لك قد يكون أخلك قد يكون في أسرتك أو جارك أو في العمل أو في الدراسة أو في الشارع تسامح أعفو عنه اصبر على هذا الخطأ وتوكل على الله قل أنا سأفعل هذا لله تعالى سأتوكل على الله وأنهي هذا الأمر وأتسامح معه وانطلق إلى أمر آخر إذن أنت هنا ستستثمر 90% من وقتك كان سيضيع في مشاكل جانبية وأمور تافهة أنت بغنى عنها طبعا أيها الأحبة لا تتكبر التكبر الصفة يبغضها الله ورسوله والمتكبر هو من أسماء الله سبحانه وتعالى من صفات الله فلا يجوز لك أن يكون لك الصفة يعني الله ينفرد بها عز وجل لأنه هو الخالق فالتكبر يقودك إلى الغرور يؤدي إلى ابتعاد الناس عنك يقودك إلى ذاء العظمة إبليس ما الذي قاده إلى النار الغرور والتكبر استكبر عن السجود لآدم فأدى به هذا التكبر إلى دخول النار ولا ياذب الله لا تنفعل أو تغضب فالغضب يقودك إلى سلسلة معقدة من الانفعالات والتأثيرات الضارة على الجسد مثل ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في القلب العلماء يقولون إن الغضب مدمر حقيقي للقلب سيؤدي بك إلى الدخول في أمراض أنت في غنى عنها وإلى مشاكل في القلب ستهدر وقتك يعني تأملتم أيها الأحبة يعني أنا عندما أغضب بسبب أن فلان أخطأ معي أو فلان أساء لي أو كذا أو كذا ويتكرر هذا الغضب ما الذي يحدث سيشكل ضغطا قويا على القلب يؤدي إلى ممكن النوبة القلبية هذه النوبة القلبية إذا أصابتك ستضطر إلى العلاج وإلى أخذ الدواء وإلى الذهاب إلى الأطباء وإلى دخول المشافي وإلى ربما عمليات وإلى كذا وإلى كذا أهدرت وقتك بالكامل بينما تسامح وأعفو واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وتذكر دائما قول الله عز وجل فمن عفى وأصلح فأجره على الله أطلب دائما الأجر من الله كما كان يفعل حبيبنا عليه الصلاة والسلام لم يكن يأبه لأي إساءة يتعرض لها بل كان يدعو لهم أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله سبحانه وتعالى إذن كل ذلك من غضب من انفعالات أمراض القلب تؤدي إلى ربما موت مفاجئ وتخسر الوقت نهائيا أو تجعلك طريح الفراش وأيضا تخسر صحتك ولم يعد لديك شيء من الوقت تستطيع أن تستثمره لا تصر على خطأك لا تتعصب لرأيك بل اجعل الميزان الذي ترجع إليه دائما هو كلام الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الإصرار على الخطأ يؤدي إلى مزيد من التفكير ومزيد من إرهاق الدماغ أيها الأحبة دماغك محدود لديه طاقة محددة لا ترهق دماغك بأن تصر على شيء ما وهو خطأ لن تتمكن من إقناع الآخرين إذا لم يكن لديك قدرة على إقناع الآخرين بشيء ما انتقل للمرحلة التالية انتقل لعمل آخر لتقنية أخرى لأسلوب آخر ولا تبقى في نفس المنطقة من الأفضل أن تعترف بالخطأ وتبحث عن طريقة لمعالجته بدلا من الإصرار عليه ويتفاقم واعلم أن الله يراقبك اعلم أن الله يراك وهو القادر على أن يحفظك وأن يستر عيوبك هو القادر سبحانه وتعالى فدائما أشعر بمراقبة الله شرب الخمر الفاحشة الاستماع إلى الأغاني والموسيقى وغير ذلك تثير العواطف وتشتت الذهن طبعا أيها الأحبة الاستماع للقرآن الكريم وهذه تجربة شخصية مهما استمعت للقرآن تجد أن دماغك يعمل بطريقة أفضل ويكون منتبها لما يجري حوله الاستغراق في الاستماع للموسيقى والأغاني وغير ذلك يشوش عمل الدماغ هذه تجربة شخصية لا أقول دراسة علمية ولكن تجربتي مع الموسيقى ومع القرآن الكريم كمقارنة أقول لكم بأن الاستماع إلى القرآن ينبه الذهن ويجعلك منتبها بخاصة أثناء قيادة السيارة يعني إذا وضعت صوت القرآن وأنت تقود السيارة سيصبح لك لديك تركيز أعلى بما يدور حولك مع أنك تكون خاشعا ومستمتعا بالاستماع للقرآن الكريم على عكس الموسيقى تحس أنها تشوش عمل الدماغ وتضطرب لديك يعني ما يسمى يضطرب اتخاذ القرار الصحيح أنت أثناء القيادة تحتاج لاتخاذ قرار لكي تتفادى حادث أو تتفادى استدام خلال جزء من ثانية تحتاج لهذا الأمر الموسيقى تؤخر عملية اتخاذ القرار لديك بينما استماعك للقرآن يجعل هذه العملية أسرع وأنا أقول أيها الأحبة معظم الحوادث التي تحدث تجد أن أصحابها يعني الموسيقى كانت سببا في ذلك وهذا الأمر يعني لم يبحث بشكل علمي ولكن أنا أقول رأيي وتجربتي في هذا المجل لا تلجأ إلى أحد غير الله تبارك وتعالى ولا تستعن إلا بالله ولا تطلب شيئا إلا من الله إذا سألت فاسأل الله إذا استعنت فاستعن بالله الله سيسخر لك كل الدنيا لخدمتك لا تقلق عليك بالاستخارة فهذه أعظم طريقة لكسب الوقت ولاتخاذ القرار الصائب كل شيء قمت به في حياتك يجب أن يكون بعد الاستخارة لله تبارك وتعالى فالاستخارة توفر الكثير من الوقت والجهد وتجعلك مطمئنا أثناء اتخاذ القرار ما الذي يعطل عملية اتخاذ القرار خوفك خوفك من الخطأ يعطل عليك اتخاذ القرار الناجح بسرعة أما عندما تستخير الله وتتخذ هذا القرار وتنتظر التيسير من الله فستوفر الكثير من الوقت والتفكير والجهد وهذه تقنية علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام ودعاء الاستخارة معروف أن تصلي ركعتين من غير الفريضة وتدعو الله وتستخيره إذا كان هذا العمل خيرا لك في دينك ودنياك ومعاشك وفي دنياك وآخرتك فتسأل الله التيسير والبركة فيه وإن كان هذا العمل فيه شر لك في دينك ودنياك وعاقبتك فاسأل الله تبارك وتعالى أن اسأل الله عز وجل أن يعني يصرف هذا الأمر عنك وأن يقدر لك الخير الخير حيث كان يعني أطلب من الله أن يقدر لك الخير حيث كان وأن يرضيك به تسأله تقول ثم أقدر للخير حيث كان وردني به هذا الأمر أيها الأحبة هذه الاستخارة ستجعلك مطمئن القلب هذه الطمأنينة في قلبك وفي حياتك واستقرارك سوف توفر الكثير من الوقت نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بهذا الدين وأن يعيننا على استثمار أوقاتنا بالشكل الذي يرضاه عنا إنه سمع قريب مجيب وإلى لقاء قريب إن شاء الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون